السلام عليكم إذا هذا الفيديو يأتي تكميل الفيديوهات السابقة لذلك الدرس المتوازين عن القاطع إذا كمراجعة ما كنا شفنا إذا كنا شفنا مستقيمان مختلفان يحددون مع قاطع لهما تعرفنا على الزوايا المتبادلة داخليا والزوايا المتناظرة ثم تعرفنا على واحد الخاصية كتبنا إذا كان مستقيمان متوازين فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتان متبادلة داخليا متقاسة نشوفوا العكس ونشوفوا الخاصية العكسية إذا شونا نشوفوا ونطلقوا زاويتان متبادلة داخليا متقاسة ثم نشوفوا كما نلاحظ نضير واحد النشاط له وابسيت على هذا الشكل نشوفوا واحد زاوية قياسها 45 درجة قد ناخدها 60 درجة 70 درجة كما أرغبت نكمل إنشاء الزوايا على هذا الشكل إذا زاوية قياسها 45 درجة إذا ننشأها على هذا الشكل هي هذه إذا زاوية A'B'A قياسها 45 درجة ثم ننشأ زاوية أخرى قياسها 45 درجة على هذا الشكل كذلك قياسها 45 درجة نكمل إنشاء زاوية B'B'B قياسها كذلك 45 درجة ننشأ المستقيم A'B' ثم ننشأ المستقيم A'B' ثم ننشأ المستقيم A'B' ثم ننشأ المستقيم A'B' على هذا الشكل إذا هنا عبارة عن ماذا عبارة عن مستقيما وقاطع لهما إذا لدينا مستقيما A'B'B' Class'B' ولقاطع لهما هو المستقيم A'B' إذا ما نحددنا هذا المستقيمان نحددنا عن أنه زاوية متبادلة داخليان زاوية Warehouse زاوية متبادلة آخر dاخليان كذا where我們 متقيسان إذا ما ننشأ المل틱 نتحددنا من المستقيمان و قاطع لهم يحددان زاويتان متبادلتان داخلياً متقائساتان إذا شو هادي تلاحظوا كملاحظة بسبب هذا المستقيمان AB و AB'B' المستقيمان AB و AB'B' إذا كملاحظة أولية تلاحظوا بأنهما مستقيمان متوازياً نحن هدي نتأكدوا بأنهما مستقيمان نحن نشوفه قاع المستقيمات التي توازن المستقيم AB إذا نلاحظوا بأن لمشيناها لابدتان مستقيم راتي لابدتان اللتعاب الواجهة نحن لا، ننفعل هذه المستقيم AB'B' نحن لا يستطيع أن نسخل الixonتصاف إذا أن المستقيم AB' من البورهان ونيل بورها نديره على شكل تمرين في الفيديوهات التي تجي من بعد دعنا المستقيم يوازي المستقيم أبريم بي بريم دعنا يمكننا نجو أحد الخاصية من نشط طالقنا ولا يشوصنا إذا طالقنا من مستقيمان وقاطع لهما يحددان زاويتان متبادلتان داخليا متقائستان إذا شلقنا قينا بأن هذين المستقيمين متوازيا إذن هذه الخاصية هي التي نخذها كخاصيتان عندنا في الطرس إذن خاصية إذا حدد قاطع لمستقيمين زاويتان متبادلتان داخليا زاويتان متبادلتان داخليا متقائستان إذن شنو يكون هذه المستقيمان فإن هذين المستقيمين يكونان متوازيا إذن هذه الخاصية إذا لقيت مستقيمان يحددان مع قاطع لهما زاويتان متبادلتان داخليا متقيسة هذه المستقيمة بطبيعة الحال متوازيين هنا نأخذه إلى تمرين سطبيقية تمرين عشر سفحة 143 تحبس الفيديو وتخدمه على تشوف تسعة وهذا تمرين عشر لدينا واحد الشكل لاحظ الشكل التالي المستقيم دي والمستقيم دلطا وقاطع لهما لدينا بعض المعطايا في الشكل هذه الزاوية 40 درجة وهذه الزاوية 41 هل مستقيمين مستقيمان دي و دلطا متوازيا ولماذا ؟ نجد الجواب لدينا دائما لدينا قسم المعطايا الان دي و دلطا يحددان مع القاطع لهما زاوية متبادلة داخليا لدينا زاوية ثانية متبادلة داخليا وقدم زاوية ثانية متبادلة ثانية داخليا نكملوا قياسهما الأولى قياسها أربعون درجة وثانية قياسها واحد وأربعون درجة ونعرف كاملين بأنها واحد وأربعون درجة تخالف أربعون درجة إذن كالسنتج ما هذه نستنتج بطبيعة الحال بأن الدي ودلطة مستقيماني غير متوازين إذن الدي ودلطة مستقيماني غير متوازين لماذا؟ لأنهما حدد زاويتان متبادل غير متقايستان إذن طبيعة الحال هذه يكونوا مستقيماني غير متوازين لماذا؟ لأن المستقيمان المتوازيان يحددان زاويتان متبادلات داخلية المتقى في ستاة إذن هذه هي الخاصية لدينا وكذلك تمرين تطبيقي إذن نشوفكم كذلك في الفيديوهات السابقة دائماً كنشكركم على حسن المتابعة أي سؤال يمكنكم ترسله لي في البارد ديالي هو هذا هذه .asd.1914.gmail.com ونشوفكم في الفيديوهات الموالية ترجمة نانسي قنقر